النهاردة معنا سؤال أرجعنا من إحدى حلقات الهواء إلى الحلقة الخاصة بتسجيل الرد على أسئلة المشاهدين كانت السائلة الكريمة بتسأل ما الفارق بين الأبرار والمتقين هو الأبرار والمتقين هما من المصطلحات القرآنية اللي بتشير إلى أصناف من الناس فئات من الناس اللي هما بيتصفون بصفات محددة بيمتازون بالأبرار والمتقين بيمتازوا بالتقوى والصلاح بالنسبة للأبرار يعني ما نشوف إيه الصفات اللي بتميز كل صنف منهم الأبرار هما الذين يتصفون بالبر والبر اسم جامع لكل خير وده بيشتمل المصطلح ده على معنى الصلاح ومعنى التقوى ومعنى العمل الصالح بيشير كمان لفظة الأبرار إلى التزام الأصحابها بالأوامر الدينية وأداء العبادات بطريقة تامة مع اشتهار الأبرار بصفة مميزة أوي هي إحسنهم إلى الناس وإحسنهم في معاملة الآخرين بالعدل والرحمة والإنصاف ودي من أهم صفات الأبرار الإحسان إلى الناس أما المتقون هما اللي بيتصفوا بالتقوى التقوى اللي هي الخوف من الله تعالى وأنهم ملتزمين بأوامر المولى سبحانه وتعالى بيجتنبوا النواهي اللي ربنا قال ما تعملوش كده نهن نحن نعمل حاجات معينة هما ملتزمين جدا بيها يخشون يعني عصيان الجليل سبحانه وتعالى فيجعلون أهل التقوى أو المتقون يجعلون بينهم وبين غضب الله تعالى وقاية من هنا اتصفوا بأنهم المتقون اللي جعلوا بينهم وبين غضب الله وقاية بأداء المطلوبات والبعد عن غضبه سبحانه وتعالى ومن أخص بقى صفات أو أوصاف المتقين الخوف من الله تعالى ومراقبة المولى سبحانه وتعالى في السر والعلن وأنهما بيبعدوا نفسهم عن الزنوب والمعاصي وعندهم حرص على كده وحرص كمان على طلب مرضات الله سبحانه وتعالى يبقى لو حبيت أشوف الفرق بين اللفظين في ضوء ما سبق يبقى لفظة الأبرار جاية من البر والبر زي ما قولنا اسم جامع لكل أنواع الخير وهو البر مفهوم شامل بيتضمن تحته التقوى التقوى بقى بتركز بشكل أكبر على الخوف من الله تعالى وابتعاد التقي عن المعاصي بينما البر بيشتمل كذلك على الإحسان إلى الناس وأداء الحقوق ورعاية الحق والعدل والإنصاف في معاملة الناس يعني يمكننا أن نقول أن مفهوم الأبرار أو لفظة الأبرار أعام من لفظة المتقين من حيث الشمولية في الصفات والالتزام وهكذا ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وهو الآية بتشير إلى نعم الله تعالى على الأبرار في الآخرة نتيجة أعمالهم الصالحة وإحسنهم في دنياهم ويقول المولى سبحانه وتعالى في حق المتقين إن المتقين في جنات ونعيم فبيشير إلى النعيم المعد لأهل التقوى نتيجة لتقواهم وخوفهم من الجليل سبحانه وتعالى في حياتهم الدنيا ونخلص بقى في النهاية إن الأبرار يمكن اعتبرهم فئة اجتملت يعني على كل خير من هنا حنقول إن الأبرار فئة أشمل لأنهم بيجمعوا ما بين التقوى والإحسان إلى الناس والعمل الصالح بشكل عام بينما المتقون من أهم صفاتهم التي تميزهم بشكل أساسي هو حرصهم على طاعة الله وتقوى واجتناب المعاصي فاللهم اجعلنا من الأبرار المتقين اللهم أمين أجمعين